بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا طلاب تلت سنوي. ازايكم عملين ايه يا رب تكونوا بخير. عندنا ان شاء الله النهاردة حل تدريبات لسان دو. الدرس التاني دو من الوحدة التانية. واللي كان بعنوان حاجة اسمها الحديث عن شيء ما دون ذكر اسمه. زي ما احنا بنتعودين بنبدأ اول حاجة بقطع الفهم والاستنتاج. وكنا بنقول نركز واحنا بنقرأ القطعة على انه كل جملة بنقرأها من اولها لحد النقطة او الفصلة وبنقف نفهم نفسنا لو في كلمة مش فاهمين معناها بنحاول نستنتج معنا الكلمة من السياق العام للنص او للجملة. نبدأ على طول مع بعض هنا بيقول لي عنوان في نص السطر كيف نخافظ على شكل او جسد مثالي. هنا تلاتة اجابوا عندنا بيقول انا بكون النباتي. انا بأخذ الكثير من الخضروات في وجباتي. انا انا بحبش اللحم الحمراء. انا بحبش اللحم الحمراء. بأخذ القليل من المواد السكرية. جالة بتود عن دي عادة دو مو كوشيتو ان انام او ارقض مبكرا يعني الساعة كام او 20 انار الساعة واحد وعشرين بلغتنا الساعة تسعة. هنا بيقول لي استيفان بتقول توسلي متان يعني كل صباح انا بانهض او بستيقظ. يعني مبكرا جدا. بابدأ يومي بار بواسطة بواسطة نصف ساعة من السباحة. على بسين دو نوتر فيلا. في البسين بتاع الفيلة بتاعتنا. اوعد نارو. قالت بعدها جو برانتر وارو ضع برجور باخد تلات واجبات خلال اليوم. جانو سوبرت بالي دي سير لا ادعم الحلويات. جانو بوابا دو تو لا اشرب اطلاقا صودة او مياه غازية. جانو مانجي ريان لا اأكل شيء. ابري بعد ديزنوب فار ساعة تسعة واشر. سوزان عندي بتقول مو جو في التنسيون او كالوريز انا باخد بالي من الصورات اللي بتدخل قسمي. جانو برانبا دو بلغرا لا اكل اطلاقا اطباق سمينة. جو مانجي بيكود دو فروي ادو لجيم باخد الكثير من الخضرات والفاكهة دان مي ربع في وجباتي. جو سوبرت انا بدعم او باقا اين لبردويدو لامار منتجات البحر. سورتو خاصة لو بواسون السمك. قالت هنا جو فيدو تينيس بلعب تينيس. تلواجور برسو من ثلاث ايام خلال الاسبوع. لسوك السكر سوني بابرمي بور ده ما بيكونش مسموح لي انا. نروح على اسئلتك يا باشا. هنا السؤال الاول بيقول لي استيفان في تريبيان. استيفان بتلعب كويس قوي. بتلعب ايه? قالت نص ساعة من السباحة. يبقى بتلعب حاجة اسمها دولاناتاسيون. طب مهم جدا يا مستر نبقى عارفين او يا حبيب قلبي نبقى عارفين معاني الغلط قبل الصح. لان حضرتك لو مش عارف معاني الغلط مش تحرف تحلم. تينيس كل الناس طب ايكيتاسيون في الوحدة الاولى في الروسية. طب عندي باسكت لأ. طب عندي دولاناتاسيون سباحة هي الاجابة الصحيحة. باللي عليك ما تزهقش وما تملش. العلم كده محتاج تكرار ومحتاج صبر ونفس طوي. هنا في الوجبات بتاعته بيدعم او بيشجع. فين الواد الاسمه بيشجع ايه? ما كانش بياكل لحمة حمرة ولا بياخد اي حاجة من الحاجات دي بياخد البروتين بتاعه من الفول والفاصولية الخضرة. لا تأخذ او لا تأكل على الاطلاق. البنت دي ما كانتش بتاكل ايه? قالت صودة ما بتاكلش صودة ابدا. وكمان لا تشجع على اكل الحلويات. طيب فين عندنا هنا? لا تشجع على اكل الحلويات يبقى طب الباقي معناها اطباق سمينة. عندي فرويت طبعا فاكهة دوليجيوم يعني خضار. سوزان بخاتيك. سوزان بتمارس رياضة ايه? اكيد رياضة كلاسيك. دي من الوحدة الاولى. مائية لا لانها بتلعب تنس. عندي سبار دوجليس معناها رياضة تلجية او بتلعب على التلج. هنا سبار كيستريم معناها رياضة خطيرة او عنيفة. نروح بعدها فاقم ستة بتحب ان هي تاكل سوزان دي انهي. اخر واحدة. سوزان 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 بتحب ان هي تاكل 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 الكسير من الخضروات ولا الفاكهة. ما عندناش خضار ولا فاكهة. طيب يبقى بتاكل حاجة تانية. اه ما قالت بتدعم منتجات البحر. يبقى اكيد بتاكل يعني سمك. عندي بعدها القطعة التانية كانت مشابهة لقطعة اخدناها مع بعض. الا وهي قطعة كتاب المدرسة. هنا في القطعة دي بيقول لي انه في الشارع سيريل ده الولد طلب من اخته اللي اسمها ده حضرتك عارف طبعا ان ده تعبير معناها هيعمل شو بينج. طلب من اخته ان هم يعملوا شو بينج. معاها هو. البعد كده هو بكرة هيجهز او هيحضر. عشاء صغير الى زملائه عنده في منزله او في بيته. لان احنا قلنا ازا عندي شيء لابد ان يأتي بعدها عاقل وازا اتحرف جري شيء يليه عاقل فانه يدل على مكان. سوف يعد او يجهز. صالة كبيرة او ضخمة. دون ساريت هم توقفوا دي فون لاباتيسري عند حلواني. اي ان فيت ساسور ودع اخته ابغاندر دولاجلاس ارتيزوني لان هم ياخدوا ايس كريم متنوع او معمول بشكل لطيف. اولا سيريل اختار ايس كريم بالفانيليا مع حبيبات الشوكولاتة او رقائق الشوكولاتة. ولكن لم يكن يوجد هناك حبيبات في المحل او رقائق شوكولاتة. هو اخت بعد كده ايس كريم على الفانيليا ايه على فريز وكمان الفراوضة. شارلوتة شوازي شارلوتة اخته اختارت انجلس ايس كريم على الاناناس بالاناناس. افيك دولاشانتلي مع كريم شانتيه. على كسف الخزينة. خلي بالك من الكلمة دي. مهمة جدا. البي هو دفع سانك ايرو خمسة يورو بور لوي. لهو. اي كاتر ايرو بور ساسور واربع يورو لاخته. ابري ترانطي مينيت بعد ثلاثون دقوخة. زي ما بتال امرقم بيقول. سيريل اي شارلوت. سيريل وشارلوت اريف واصلوا. او ابري مرشي في الهايبر. اي الكمنس وابدا او افر لكورس بعمل شوبين. اي لاشاتهم ماشتيرو. دو بان خوبز. دي زرانج برطوان. دي بوم توفاح. دي تمات طماطم. دي كنكامبر يعني خيار. دو لاتيو لهو خاص. اي دو دعوخت او كمن زبادي. سيريل دوا بيه يجب ان يدفع صان ايرو مت يورو على كسف الخزينة. اي ال رانتر على ميزان. او دي زر وعدو الى المنزل الساعة اثنى بشار. دو ما سيريل شالوي بالطبع عنده في منزله. شارلوت كوماند طلبة ايس كريم بالطبع الاناناس. ما تنفعشوا على فاني هي طلبة الاناناس بكريم شانتي. سيريل انفيد دعا اصدقائه الى بروندر لوديني ان يتناولوا العشاء. الاتنين ايس كريم بيعملوا كام? لو كان واحدة ايس كريم كن نشلنا كلمة وخلناها في حضرتك تخلي بالك من الكلام ده لانه مهم جدا. يبقى الاتنين الايس كريم بيكلفوا كام? اكيد نف ر تسعة يورو. اللي النهاردة ما كانش يحافظ الارقام. سانك يا عسل يعني خمسة. كاتر يعني اربعة. يعني تسعتاشر. الارقام سؤال لازم هيجي اكيد في امتحان اخر الساعة. مع مين? مع طبعا اخته. عندي هنا عد على قسم ايه في الاقسام اللي قدامنا برودويل لتير. انه اشترى اي اخت يعني زبداية. طبعا فيون بقسم الحوم. واسون اسماك. يعني قسم البقوليات. نروح على القطع اللي بعدها مختلفة شوية لكنها حلوة. حد هنا بيقول انه يكون ماذا الهايبر ماركت? فشخص بيشرح لنا هواي. فبيقول في اول سطر. لو ايبر مارشي اتا اغراند كومرس دو وانت دو برودويل الهايبر ماركت دا بيكون مكان تغاري كبير لبيع المنتجات الغزائي. اي دو جراند كونسومسيون وزو استهلاك عاي. يعني الناس بتشتري منه دايما. استنى هنا. الكلمة دي من اهم كلمات المنهج بتاعنا. معناها يا مستر على بعضها عديد وجوه الكلمة من. ولا تطبع بحرف جرس مدوء ابدا. هي جواها من. ويأتي دايما بعدها اسم جمع. فهو بيكون مكون من العديد من الاقسام المختلفة. احنا هناك بنجد. يقصد بالايجريك انه في الهايبر ماركت. اون يتخوف بنجد هناك دي برودوي كولوتوريل اللي هي منتجات ثقافية. كتب سي دي ستوانات موسيقى. دي في دي ستوانات فيديو. زو فيديو والعب فيديو. قال بعدها نقطة وخلي بالك من النقطة عشان ما تنقطش على جمالك في متحان اخر السنة. حضرتك لابد ان انت تفصل ما بين كل جملة عشان انت بقى فاهم هو عايز يقول ايه كمعنى عام يعني. فهنا نقطة خلاص معنى الجملة تم. يوجد قسم المنسوجات زي ايه بلاقي فيه ملابس اكسسوار شوسات جوارب انا اسف ملابس داخلية. ده في قسم المنسوجات. قال لي نقطة 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 نقطة. يوجد ناصية خاصة. في كده الهايبر ماركت متقسم زي الكوريدور كده ممرات معينة فعلى ناصية واحدة فيهم. قال يوجد ناصية خاصة. لجو للالعاب. لزارتكلى دسور والمعادات الرياضي. لزارتكلى دور empowerment والمنطقة بتاعت الدورات. نقطة 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 خلاص معنى الجملة وا اللي. في أعطاء الكوكس من الأغذية أستطيع المتحفين يكون الشيء الظرويا في أعطاء الكوكس نحن نقوم بأولي سوي يقول فرغص يقول ثواثيات وثواثيات الثواثيات نقطة 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 القوم بتصوير وخلص يجب أن تفصل وتعلم تعمل الكلام حتى تحافظ المعنى لكي اجترى ممتلك للكي تشفر على صعب وتويل وكروسات نحن نذهب الريان إلى قسم البن المخبوزات الريان بردوية التي يتعرض في قسم منتجات الالبان نحن نستطيع أن نجتري دولة البن دولة كروفات دولة كروفات دولة كبنة هنا بعدها نحن نتعرض الريان بردوية قسم الأسماك وقسم منتجات البحر بنلاقي فيها ثم قال بعدها الفرنساويين بيحبوا يعملوا شوبينج طبعاً والسوبرماركت والذي يوجد فيه دي معناها كل المنتجات بتكون طازجة طبيعية معشار أقل غلوة يعني رخيصة طيب خلي بالك لأن الشير الوحدها الأخيرة دي معناها غالية معنشار أقل غلوة معناها رخيصة في قسم اللحوم نحن بنجد أصلاً ممكن ما بصش على القطع وحل دي سمك دي روايات دي بالطبع ملابس يعني فراخ كلمة ريبورتاج مهمة جداً معناها تقرير حد عمل تقرير على على دي يعني الغذاء الجيد حضرتك لازم تبقى عرف الكلام ده مهمة قوي دي يعني الوجبات في فرنسا دي يعني الأسعار بتاعة الأخذية نحن نستطيع أن نشتري من إيه من الحاجات الأربعة من قسم التيكستيل قلنا التيكستيل يا رجالة يعني منسوجات يبقى ملابس داخلية هنا بيقول فاربعة إذا احنا بنبحث عن سيدي نحن بنزل إلى قسم أكيد دي برودوي كولتوريل اللي هي القسم المنتجات الثقافية طبعا ديكوراسون ديكور برودوي دولامير منتجات بقر برودويت تيكستال اللي هي منتجات آآ او المنسوجات لويتر سكوا والويتر ده بيكون ايه يا جماعة احنا عارفين ان كلمة ويتر دي معناها محار ايه محار دي سمك يبقى دي برودوي دولامير معافرة دي معناها أقل تزوج ايه تزوجة دي آآ 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 اعرف اللي هي طازة فريش عكسها بقى تبقى مش فريش معرفش تتقالي زي باللغة العربية الحقيقة شير غالية آآ موفي معناها سيئة ناتويل يعني طبيعيا هي دي اجابتنا الصحيحة الجزء ده كنا حللناها مع بعضة في الحصة ارجوك لا تتكسل ولا تكل ولا تمل انا مستمر رغم ان عدم الرغبة ولكن لازم نكمل لاخر السامن فارجوك كمل نروح بقى بيقول دو دانييل اا بيير الابجي بقوجة دو ويك اند مشاريع عطل اتنات الاسبوع هنعملها مع بعض فهنا بيقول لي ازاك يا ابن عمي فالتنين دول علاقتهم ببعض انهم اولاد عمي قال شاك ويك اند فكل عطل اتنات الاسبوع جي لابيتود لدي عادة دو فارلي كورس انه نعمل شو بينج على بلاس دو مامير مكان مامتي قال هي نيبالو طن هي لا تملك الوقت دو سورتير ان تخرك قال لي بعدها ليه السيكوب هي مشغولة توجور دائما افار لوميناج استنى ياسطى فار لوميناج معناها يعمل شغل المنزل ترجمة مهمة او لو سامدي متن يوم السبت بالليل آسف السبت صباح المتن جي بران لبوس باخد الاوتوبيس السبت الصبح باخد الاوتوبيس عشان نروح الوسط المدينة جي فيه او سوپير مارشه بذهب الى الهيبر ماركت اسمه كارفور دابور اولا جي فيه اول حاجة الى قسم الفاكهة والخضروات جاشت باشتري توفاح اورانج برتقال بوي يعني ثم قولنا الفاعل ده مع مصدر يتفاجه نحوه منتجات الالبان عشان اشتري جبنة دو بور يعني زبدة دو يا اخت يعني زبادي لو لاحظت الكلمات متكردة فاذا حضرتك بهمة كده وترجمت في قطعة معظم الكلمات اللي فيها تلاقي الكلمات بتكاره في القطعة اللي بعدها فزهنك يحفظ بسهولة وانت قاعد البعدها في قسم منتجات البحر جاشت باشتري دي بواسان سامك دو الكروفات جامباري اي دي ويتخ يعني محار وسبير ما شيف سور ماركت توس لبري كل الاسعار سان مانشير بتكون رخيصة البرودوي سان فري والمنتجات بتكون طازجة جورونتر برجع شموه الى البيت حوالي اتناشر منتصف الظاهيرة بروح الحديقة اللي هما بيتزح اللقو فيها دي سكت بارك مع اخويا جوليان وبنقضي اليوم بتاعنا نلعب اسكت يبقى فيه يوم من الاجازة بيروح يا من الشوبينج مكان مانطو لانها بشغولة في شغل المنزل اليوم التاني بيلعب مع اخوه بيروح الى المدينة طبعا يبقى في الوتوبيس بيتجه الى قسم لكي يشتري الجبنة الجبنة برودوي لتير منتجات قلبها دانيال فيدو سكت افيك بيعمل سكت مع مين اه اكيد مع اخوه صون فرير عندنا في رقم اربعة والسوبر ماركت لبرودوي المنتجات صون بتكون معناها انه سعرها كويس طيب معناها ان هي سيئة طب كلمة شير غالية طب كلمة معناها تالفة او فاسدة او منتهت الصلاحية يعني هنا في خمسة في قسم منتجات البحر بنجد سامك طبعا هي مامة دانيال ما بتكونش مريضة بترجم المعاني دي ما بتكونش فاضية معناها فاضي ما بتكونش متعبة او مشغولة فخلي بالك من المعاني دي مهمة اوي طب نروح على القطع الخمسة والاخيرة اللي هي خاصة بطلاب المعاني الازهرية كو ذو دير بيان مانجي يعني ماذا يعني الاكل الجيد او الاكل الجيد هو ايه من وقت نظر الناس التي تتكلم فهنا ماريون بتقول بيان مانجي عشان تاكل كويس يجب ان تضع الطاولة وتشارك وتشارك عشان الاكل يكون كويس حط الطاولة وشارك اهلك 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 الاكل مش مع صحابك لان صحابك فاسط فود ودليفريات وشغل عك هنا قال دانيال يجب الا نأكل داسمونا في ني بمبان ني سكرز لفروي اهلكم الخضار والفاكهة مهمين جدا دي من وجهة نظر ماريون دانيال بيقول لا يجب عليك مانجي ان تأكل انتر لربا ما ينفرش تقول ما بين الواجبات اندواء يجب علينا ان نأخذ ان يأخذ زبداية او ان فروي فكاية انا مانج جميع لا اأكل ابدا دو جاتو جاتو او بمبان بيقول جادور بحب البطس المقليه جدا ايه لو هامبورجر وبحب الهامبورجر مانبير بابايا مو كنسي يعني ايه؟ بابايا بينصحني انا دو ان مانجي دو تس لزاليمون بابايا بينصحني ان انا اكل كل عمصر او كل الغذاء ايدي نبا قبليه ولا انسى انا ااكل دو مانجي دفروي فكا ايدي لجي مخضر كم جفت تجور كما افعل انا دائما برجيت بتقول انا باخد تلات واجبات برجور خلال اليوم انا باخد تلات واجبات برجور خلال اليوم مع فطر جايد ان دي جوني مع غدا كامل او متكامل او ان ديني ليغر وباتراش عشاء خفيف جو دي تست ستي ان روبا انا باقرا ان انا تخطى او اصيب واقبة سنفة بع ميغرير هذا لن يجعلك تخص او جسمك يبقى نحيف يعني شوي ده استبيان على الغزاء الجايد بالطبع صح بنوا ام بيان له هامبورجر فين بنوا اهو بيحب الهامبورجر اه بيقول بجدار انا معشا يبقى صح هنا ببور برجيت سي امبورتان تبرندر برجيت اه لازم تاخد بالنسبة لبرجيت تلات واجبات ماريون ام مانجي دي زاليمن سكري ماريون بيحب يأكل منتجات سكرية ماريون 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 قالت لا ده اذا كان بتقول ما تاكلش منتجات سكرية يبقى دي فو غلط من خلال ماريون من خلال ماريون يجب ان تاكل مع العائلة طبعا دي جابة صحيحة عندي اخر واحدة دانيل كونسي بينصح اصدقائه ان هم يأكلوا ما بين الوجبات اكيد ده كلام خاطئ نروح على مواقف في المواقف حضرتك المواقف لازم كلها تيجي من الدرس اللي احنا خدناها فاذا حضرتك تخطيت او ما ذكرتش يا عم الدرس فيكفيك كم الاسئلة اللي احنا بنحله مع بعض بنحل على كل درس تقريبا مش اقل من متين سؤال لو جيت حسابها لو حضرتك ركزت في الاسئلة كويس قوي مش محتاج اصلا تذاكر خلاص المعلومات بتتكرم مرة اخرى خدنا في الدرس يا شباب زي نعبر عن الجوع والعطش فاذا انا قلت يبقى معناها انا اشعر بالجوع ماذا انتم تقولون الى الخادم او النادل في المطاب اقول له انا عايز مية ولا احضر اليي طبق اليوم دي صح طبعا طب الجو بيكون حار طب انا يجب ان امارس رياضه انا بترجم لك الغلط علشان تبقى معك حصيلة لغوية كبيرة جدا اتنين انتم تطلبونا من صديق بتترجم بمعنى يوجد في قسم منتجات او قسم المخبوزات فيقول لك دي باجت طب دي معناها الخضار طب دي معناها السمك طب دي معناها مشروبات الكلمة دي مهمة دي معناها انتم تتحدثون عن مكونات حضرتك عايز تتكلم عن مكونات اه الحلويات المفضلة بتاعتك انت تقول ايه مكونات يا جماعة ما ينفعش اقول انا افضل الجاتو ولا ينفع اقول سمك ورز ينفع اقول لبن وزبدة ودقيق صح طب دي معناها حد او قلل من الحلويات هتللي بعده بعده هنا بيقول لي في خمسة فوش ارشاد انتم تبحثون عن ايس كريم بالفراغ ماذا يقول اليكم صدقكم يقول لك اذهب الى قسم الفاكهة اذهب الى ساحة التذلك تذلك ماشا اذهب الى الحلوانة او الى محل الحلويات الاخيرة اذهب الى قسم المخبوزات طبعا ما تنفعش صدقكم بيسألكم انه يكون ماذا السمون ده ايه لو انت عارف مفردات كلمات فدي معناها سمك السلمون سمك السلمون يكون مش غيزاء مسكر ولا فكهة ولا حلويات طيب نخلي بالنا بقى من اسئلة الامتحانات دي جاية الفين عشرين قدامك سؤال سهل جدا وكلير ولكن يكفي ان حضرتك تكون حافظ اسماء الاغذية والاقسام اللي عندنا انتم تكونون في قسم منتجات الالبان ماذا انتم تقولون وانا واقف في قسم منتجات الالبان هل اقول انا عايز اتنين صودة من فضلك ولا عايز اتنين زبادي من فضلك ولا عايز اتنين تفح من فضلك مفردات يا جماعة اقول اللي عايز اتنين كارات جزر اذا هاخد بي اتنين انتم تريدون انت اشتروا وكلمة بور بترجمه بازها والله من الترجمة ولكن كله عشان خاطرك انتم تريدون ان تشتروا زبدة في السوبر ماركت ماذا انتم تقولون عشان اشتري زبدة هل بروح الى قسم الحلويات اقول اينا يكون قسم الحلويات طب får ما اينا يكون قسم المخبوزات لا طبعا طب اينا يكون قسم المنتجات البقولية اقول لا 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 الماتير جراس المواد الدهنية سيقول انها تكون اينا لان الزبدة من المواد الدهنية اتنين انتم تطلبون من صديقكم طبقه المفضل اقول نماذا يعني طبق الأكلة ان اللي هو بيحبها هو يقول ايه فيقول انا بعش المكرون كده قال طبق المفضل طب انا بتغدى في المطعم اهنا بترجع طب انا ما بحبش السمك طب انا افضل عصير المرتقال اللي بعدها تلاتة انتم تطلبون وجبة عائلية ماذا انتم تقولون الى الخادم او النادل او الجرسون اقول له عاشا لشخص واحد ولا طاولة بور من اجل اوليكي خمس اشخاص ولا انا اريد مياه ولا انا لست جوعان يبقى طبعا به انتم تريدون ان تشتروا قولنا يعني يعني كمثرة ماذا انتم تقولون اقول اذهب الى المكتبة انت يجب ان تذهب عند الحلواني عدي على الفكهاني صح اذهب الى النادي طبعا غلط خمسة مهمة جدا نخلي بالك منها صديق بيسألكم اين انتم بتأخذون او تتغدون في المدرسة بتتغدى فين في المدرسة اقول مركز وصائط ومعلومات ده زي المكتبة عندنا لأ مطعم مدرسي بالطبع صح صالة العاب رياضية لأ لابوراتوار معمل بالطبع لا انتم تكونون في قسم منتجات الالبان ده متحاني عشرين عشرين ماذا انتم تقولون اقول انا عايز سمك طب انا عايز مشروبات طب انا عايز فرخة كلها فدريقة هي يعني يريد انا قريد في خماج جبنة بالطبع صح لحد هنا احنا كنا حلينها مع بعض في الحصة ارجوك ومن فضلك بالله عليك يا اخي من اول موقف اللي جاي ترجم بقى للصعب يعني على سبيل المثال اذا حضرتك مش عارف يعني ايه ليه فقولك والله يعني مكان ترجم بقى مع الوقت مستوىك هيرتفع غصب عينك لان احنا بنحل كم اسئلة اجل عنها هو قول صديقكم بيسألكم انتم مكان السوبر ماركت ماذا انتم اقتلون? واحد جايلي دلوقتي بيقول لي انا هو السوبر ماركت فين? انا بقى هوصفه. اقول ده مكان كبير انه بيكون سوبر ماركت كبير? لا. هو بيكون مظيف ومرتب? احنا مسألناش عن موصفه. هو بيكون في المواجهة من المحطة صح. طب هو مكون من ستة اقسام ملهاش علاقة يبقى اخد سا. نروح على اللي بعدها اتنين. انتم تصفون. وصف يعمل حاج يعني هتقول مكون من كم قسم او المنتجات فيه عاملة ازاي? او المكان نفسه عاملة ازاي? انتم تصفون السوبر ماركت بتاع الحي بتاعكم? ماذا انتم تقول? هقول يوجد اتنين سوبر ماركت? انا مسألتش عن عدد. طب اله هو بيكون كبير? اه. تمشي. وصف. طب انا ازب الى السوبر ماركت في الويك اند? لا يا عم مشيد. طب انا بحب المنتجات الالبان اعلاقتها بوصف السوبر ماركت بتاع الحي بتاعك. ركز وايه ده? انتم تريدون وجبة في المطعم? ماذا انتم تقولون الى الخادم او النادل? اقول له. وجبة ها? الوجبة. اقول له احضر الي قهوة? ولا اين هيكون قسم الخضروات? ولا كم بيان كم كيلو? كم سعر كيلو للتفاح? ولا عايزة جدعان مكرونة? وعايز معاها كمان حتة فراخ. اربعة صديقكم بيسألكم اين? لازم ما بقعرك دي معناها ايه? قول له دي معناها خس. بتكتب بالسين خلي بالك. بتتقال اه خس. مش عارف ازاي? ماشي. اه فوت رمي صديقكم بيطلب منكم انتم اين من اين او اين هو يشتري الخاص? ماذا انتم تقولون? اقول له روح الى قسم المشروبات? لا. الخاص ما بيبقاش مشروبات. طب ازعب الى قسم الخضروات? اه? طب اسألك كده ولا عقلك. هي دي جامع ايه? ها? قلت جامع مؤنس? خضروات? اقول لها غلط. دي جامع مذكر? ها? شغل شغل. ازعب الى قسم اللحوم? لا. ازعب الى قسم المخبوزات مالهاش اي علاقة. خمسة صديقكم بيسألكم انه يكون ماذا? كلمة لازم ابقى عارف ان دي معناها جامباري. الله الى واحد نفسه في اكل الجامباري كده جامبو. ومعها آآ راكس يفوت كده يفوق. لان انا حاس فيه خمول اليومين دول. وحنا هزين نكمل السنة. فصديقكم بيسألكم انتم انه يكون ماذا الجامباري? ماذا انتم تقولون? اقول له ده منتج من منتجات البحر? اه. طب ده منتج بوكوليات لا طبعا. طب حاجة مسكرة طب معودة دهنية? لا طبعا. اروح على جملة الامتحان في كل ستة اسئلة في سؤال الاخير بتاع الامتحان. لازم بقى عارف بقى تذكر في الامتحان واجد عن مصدره ده ايه? مصدره فعلي كان اسمه وحنا نبهنا. معناها يريد. فصديقكم يريد ان يشتري السمك. ماذا انتم تقولون? هيشتري السمك نقول له ازاب الى قسم الخضروات لا. ازاب الى قسم الحلويات لا. ازاب الى قسم المنتجات الالبان لا. ازاب الى قسم منتجات البحر. روح على اللي بعده اربعة ها? ما تملش. لو زهقان وقف الفيديو شوية وارجع له تاني. ربع ساعة كده. لكن انا هنا مش عارف اوقف طاير ورا بعض. وعايز اخلصها. هنا انتم توشيرون او انتم توضحون. فالفعل ده معناه يشير او يوضح. خلي بالك احيان ممكن مسها في حل غلط. الحصة اللي فاتت كان فيه جملة غلط. وانا يعجبني اوي ويمزجني اوي الطالب اللي طبع من وراه غلطة. يبقى انت كده فعلا بتشوف وماشي بناعنا على قاعدة شرحناها مع بعض. حتى لو انا خلفت القاعدة حضرتك يمشي عليها. يبقى اكيد انا اللي غلط. خلاص? فلو اي حاجة غلط بقى اقول لي عليها. انتم توشيرون الى اه اه منتجات. انتم تشيرون اه اي المنتجات نحن نجدها في قسم اللحوم. اهي التاني. انتم تشيرون اي المنتجات نحن نجد في قسم اللحوم. ماذا انتم تقولون? قسم اللحوم ما لاقيش فيه حلويات. طب هلاقي فيه فراخ? تمام. طب هلاقي فيه بيض? لا احنا قلنا البيض بيندارك تحت قسم ايه? منتجات الالبان. هو مش منتجات الالبان ولكن بيوضع مع القسم ده. بوسوا معناها اسماك. صادقكم بيسألكم اذكي مع من? طب فين السؤال? اهو مع مين? عايز بيسأل عن عاقل. مع مين انتم بتعملوا شوبينج? ماذا انتم تقولون? مع مين ما ينفعش اجيب له زمن? اقول له عطل اتناهات الاسبوع. طب مع ممطي? دي عاقل اصح. طب انا بشتري خضروات لا طبعا. طب جو ديو السوبر مارشيه ملهاش اي علاقة. طيب. تلاتة. انتم لا تحبون الاسماك. ماذا انتم تقولون? اقول انا بفضل السمك ايه? ده طبق المفضل? لا طبعا. انتم لا تحبون لا تحبون يا جدعان. يبقى الاولى انا انا افضل اسماك لا. ده طبق المفضل لا. انا بكره منتجات البحر صحي طبعا انا بعشق منتجات البحر ملهاش علاقة. اربعة. انتم تطلبونا من صديقكم اين? نحن نجد دي كرواسون. كسكل دي. كرواسون اكيد نذهب الى قسم المخبوزات. ما ينفعش نروح الى قسم المشروبات ولا روح الى قسم اللحوم ولا ينفع روح الى قسم منتجات البحر. خمسة انا مي فوديومون. صديق بيسألكم اين هو يشتري دي ويتر المحارق. شوف كمية الكلمات اللي بتتكرر في الاسئلة وعملية الترجمة اللي احنا شغالين. لو قاعد نركز والله ما هتحتاج تذكر المادة دي. بكل الشغل اللي احنا بنعمله معاك. فواحد صاحبكم بيسألكم من اين هو يشتري المحار ده من منتج من منتجات البحر اقول لك. اذا بقسم الاسماك. السؤال الاخير طبعا بيكون اسئلة المتحانات او متكرر برضو. انا مي فوديومون صديق بيسألكم حد بيسأل يعني ايه? جبنة. عبد الرحمن جبنة. ماذا قامتم تقولون? نقول له ده منتج من منتجات القلبان س. ما هي دي? طيب عايز نصيحتي واحنا بنحل مواقف. عايز تبقى كويس فيها. حضرتك انا هبدأ من رقم خمسة. واقف الفيديو دلوقتي وحل الست مواقف دول مع نفسك. وشوف هل انت كنت بتترجمهم صح? وجبت كما واحدة صحة وكم واحدة غير. مرة مع مرة مع مرة تبقى تنين شبح. وحشي انا. انتم انتم تستعلمون على عدد. هو طالب هنا عدد يا اخواني. اقسام السوبر ماركت. ماذا انتم تقولون? اسأل عن العدد عن العدد ازاي? كومبيان دو. لابني اسأل عن العدد. طيب. اليا كومبيان دوريون. بالسلامة. طب الى اي قسم تذهب انت? شيء. طب كم كم كيلو? كم عدد الكلوات? خضرتك عايزها? طب كيف يكون السوبر ماركت? لا. هو قال لي عدد. يوجد كم قسم. انتم تريدون حلويات بعد الغداء. ماذا? انتم تقولون الى الخادم. اقول له هاتلي بوفتيك? لا. انا عايز بالشوكولاتة? صح. طب احضر الي ايا فريد بطاطة اسمائلية? طب انا عايز ازايزة مياه من فضلك? لا. كل ده ما ينفعش. تلاتة. عايز تستعلم عن سعر حلويات? انا قلت لك لك هي تستعلم عن السعر. اما تعملها بكزا طريقة. اما تقول كم بيان كوت او كليلو بري او تقول ساف كم بيان. تلاتة هم ما تنساهمش. طيب عندي ايه? ولكن قال لي هنا دو سوكولات. سوكولات من الحلويات صح? طب كم بيان كوت دي بتسأل عن السعر. تمام. ولكن هنا جا فراخ. انا عايز اسأل عن سعر حلويات. طب لبيرس كم بيان. اه فعلا دي بتسأل عن السعر. ولكن هنا بيرز زبدة. انا بسأل عن سعر حلويات. طب كم بياندوا? لا 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 دي ما تسألش عن السعر. بقى دي بتسأل عن العدد. انتم تطلبونا من صديقكم كاسكل دي. تطلب من واحد صاحبكم مادته الدهنية اللي هو بيفضلها. سمك مش دهني. لحمة مش دهني. خضراء زبدة. انتم تتحدزون عن ميولكم الغذائية. اقول انا بفضل الرياضات الخطيرة. طب انا بقضي وقت فراغي في القراءة. طب انا بحب منتجات البحر. طب انا بحب اعمل شوبنج. انتم بتكلموا عن ميول غذائية. ستة. انا مي فوديموند الى شد كاروت. من اين هو يشتري الجزر? ماذا انتم تقولون? امتحان عشرين عشرين. فبنجيب الجزر اكيد مش من قسم اللحوم ولا الحلويات. بنروح الى قسم الخضرواط. قول لي بقى جبت كم من ستة? اه جبت اتنين من ستة? ماشي. كويس. لو جبت اربعة من ستة معقول. كمل بقى كمل. لو اتنين من ستة انت عارف الرد بتاعي. اقفل الكتاب. وخش ينام. ملاكش فيها. مطرورش تمتحان. ستة. هنا بيقول لي في رقم آآ ستة. انا مي فوديموند صديق بيسألكم. لماذا? فوزالاشة لماذا انتم تذهبون عند الحلواني? اكيد عند الحلواني خلي بالك ده الراجل مش المكان لان المكان اسمه فقول بور اشتري حلويات. طب معاني الحاجات التانية اجد عائد. الاولى فكهة التانية وجبة التالتة لحمة. انتم تطلبون من صديقكم طبق المفضل ماذا انتم تقولون? عايز اقول له اي طبق يا ابني الناس بتحبه. هي للصحة. طب اي مشروب انت تتفضله? لا. طب ما يكون وجبتك الرئيسية برينسبال? لا. دا كده وكاسألش عن الطبق المفضل? طيب ما يكون مكونات هزا الطبق او ما تكون مكونات هزا الطبق برضو ما تنفهش. ترجم دول شكلهم جداد ممكن يعطلوك. تلاتة. فوديموند اعنا مية انتم تطلبون من صديق بوركوالي ماذا? هو يزاب الى السوبر ماركت. ماذا هو يقول? بنروح السوبر ماركت نلعب رياضة. نقرأ كتاب. آآ نسبح نعمل شوبنج بورفير لكورس. اللي بعدها اربعة فوني مايب بعلب اللي بردويس شير جولي ايه قوعة 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 من دي. معناها منتجات مثلجة. حاجات متجمدة يعني مجمأة هي مثلجة او مجمدة. فانتم لا تحبون المنتجات المثلجة او المجمدة ماذا انتم تقولون? اقول انها بتكون جيدة? لا. طبعا. دي معناها نافعة? لا طبعا. انها لا تكون طازجة. دي الحاجة السلبية الوحيدة من الاربع فهي الصح. كلمة تدفع. بكرة لو مركزتش تدفع تمن الكلام ده في اللجنة وتعيط. وتوقف معاك على نص درجة وروبها لدرجة عشان تخش كلها اللي انت عايزة وما تجيش. ليه? لانك كتبت اهمل بعض المواد ومتسمعش كلامنا. وبتطلع عينينا. يلا كل لله. انتم تريدون ان تدفعوا حساب السوبر ماركت. ماذا انتم تقولون? اقول اين تكون الخزينة? اه? عشان الاربع هدفع فيها. يبقى صحب. طب نشوف هالواحدة تانية تنفع او لا لا. اين يكون قسم اللحوم? لا. طب السوبر ماركت اين? طب كيف تكون المنتجات? لا لا لا. انتم تكونون في قسم المنتجات السكرية. ماذا انتم تقولون? الفين واحد وعشرين. منتجات ايه? سكرية. اقول انا عايز جنبري. طب انا عايز شوكولاتة. اه. طب انا عايز فرخة. طب انا الاخيرة في المواقف. صاحبكم عايز يشتري بيض. بيض. ماشي. ماذا انتم دخلون? البيض قلنا بيندرك تحت قسم ايه? قلنا قسم الالبان? بيكون موجود في القسم ده. ولكن هو مش من منتجات الالبان. البيض بتاع الفراخ. هنا بيقول لي. الخادم او النادل بيطلب منكم طبقكم بتاع الحلوات المفضل. ماذا انتم تقولون? جاتو على كريم? صح. زبدة? لا. بيض لا. بيض لا. تلاتة. صاحبكم بيكون عطشان او بيشرب العطش. هو بيسألكم هو طلب منكم انتم او سألكم انتم الى اي قسم هو يذهب. ماذا انتم تقولون? اقول له اذهب الى قسم منتجات البحر. اذهب الى قسم. هو كتبها لك بالتقيلة. ها? اللي زي خدتك. انت حضرتك معتاد عليها بتشوفها كده. اللي هي مشروبات. عادي خالص. ما فيش مشكلة. دي الصح. ما تجيش في الامتحان عينك تخونك. دي فايدة بقى التغذية البصرية اللي بنعملها. انا شفت الكلمة دي معتاد عليها كده. فطب لو جتلي في الامتحان كده. ما صح يا لا برضو. طيب. اذهب الى قسم الزيوت? لا. اذهب الى قسم المنتجات البقولية? لا طبعا. صديقكم بيسألكم اين هو يشترى? من اين هو انتم تطلبونا من صديقكم انه يكون ماذا? قولنا العيش المفروض عليه. اه اه زبدة او جبنة او مربع. ولا مشروب بارد? ولا منتجات البحر? ولا ايس كريم بالشوكولاتة? لا طبعا التارتين بيكون انتوست افيك دي بار. انتم تكونونا في قسم الخضار والفاكهة. ماذا انتم تقولون الفين كام? واحد وعشرين. اه لو انت في قسم الفاكهة والخضار تقول ايه? دنموا اعطني كيلو من الفراولة? ماشي. انا عايز اتنين ايس كريم? لا. طب انا عايز خلي بالك بقى ودي فايدة تحفظوا الكلمات يا جماعة. جات عندنا في كلمات معناها زجاجة من اللبن? لا طبعا. طيب انا اريد اه مربع بالفراولة? لا طبعا ما تنفعش. انا عايز اجد عن ايه? خضار وفاكهة. نروح بعدها على الجرامير. الجرامير كنا بنقول للناس ان معرفتك للسؤال بيساوي نصف الاجابة. او بمعنى اخر. معرفتك للحاجة اللي هو طالبها. للقاعدة اللي هو طالبها. لان الجرامير قواعدها. حافظها هتحط الاجابة الصحة. فازا انا قلتلك ان في السؤال الاول في السؤال الاول. هنا بيسألك على الاستفهام الكل المنفي. توقف كده وتقول استنى استفهام كل منفي هاحزف اجابتين. مدام انت قلت استفهام كل منفي. هشيل وي وهشيل اي كلمة اخرى للقبول او الرفض. بس من كلمة لان احنا خدنا قاعدة ازا الجملة فيها استفهام كل منفي زي دي اشيل سي اشيل اسف واي كلمة اخرى تدل على النفي. طيب اشيل دي علامة النفي الاولى يا عام وعلمة النفي التانية يا عام. واقرأ الجملة في حالة الاثبات. انتو بتشربوا قهوة. رد نحية التانية قال لي نحن نحب القهوة. بيشربوها. اه. حط سي. يبقى زي ما قلنا قبل كده. بكلمة واحدة لو حضرتك عارف دي قاعدة ايه? هتقدر تحيل بكل سفولة وسلاسة. تعال على اللي بعدها. اللي اللي بعدها استفهام. طب حضرتك عارف كمبيان دي تيجي امتى? اه. لو وراها دو. او وراها كلمة كت. لو وراها دو تسأل عن عدد. ولو وراها كت تسأل عن ساعة. ولا تستقدم الا وراها حاجة من اتنين. مفيش من دي شيل. طب كل دي يأتي وراها اسم. لازم الاسم ده يتنسب مع كلمة كلا. ان كلمة كلا تسأل عن نوعية الاسم اللي هي لها. دي بتاعة مؤنس وكلمة خضار هي جامعة مزاقرة. طب فاضل اتنين. اما ان انا اقول الاخيرة معماها ايه يا مستر? معماها ماذا? هل ينفع رجالة نقول ماذا خضروات تريدون او حضرتك تريد يا مدام يعني ايه ماذا خضروات دي? اقول اي الخضروات خضروتك تريدينها يا مدام? فياخد كل اللي هي سي. طيب. تلاتة انا عايز احط ايه? حرف جر قدام المكان. هو عايز يقول امي بتعمل شوبنج فيه الفي الفيه اعمل اضغام فياخد ديه ايه? طيب. الجملة رقم اربعة هي احدى الجمل الامرية. عرفت ازاي? لان انا قلت لك الامر ممكن اشوفه باربع اشكال. افتكرواهم كده معايا. اول حاجة لو انا عندي جملة بتبدأ بفعل على طول. كان مسلا اقولك كل فكهة كتير. دي جملة. جملة ايه? امرية. كل ده كفعل يضع في الصيغة الامرية. رقم اتنين. لو انا عندي منادة ثم يليه فعلة علي كل فكهة كتير. طيب رقم تلاتة. لو احنا عندنا قاعدة اللي هي قدامنا دي في الجملة رقم اربعة. طب رقم اربعة لو انا عايز اقولك لا انا عايز اقولك في رقم اربعة. اه الام بتقول لولادها اكله فكهة كتير. دي اه سي زنفان. فدي واحدة منهم ما يأتي بعد سي زمن ومضارع. طب انا عايز اعمل امر مع تي. طب الفعل اللي هيوضع هنا فعلا مصدره كان اسمه اشي تي يشتري. طب ده فعلا مجموعه لواخد امر مع تي تحزف الاس اه تحزف. طب اللي بعدها عايز احط دي اسمها ايه? صفة اشارة. دائما توضع بناء على الاسم اللي هي ليه. كلمة حلوة هي كلمة مفرد مذكر. فياخد معاها سوق. طب ديها بتاعت ايه بي دي? دي بتاعت يا ابن كلمة مفرد مذكر تبدأ بحرفه متحرك. اللي بعدها. طيب دول بنسميهم ايه اللي اربعة دول? بنسميهم ظروف. مش كمية لا. ما تقولش كمية. ناكرة. ودائما ما يضع بناء على الاسم اللي هي ليه. الاسم اللي هي بعرفناها اطوع جامع مذكر ااخد توس. طب دي بتاعت ايه? مفرد مذكر. طب الاخيرة بتاعت مفرد مؤنس. طب الاولى بتاعت جامع مؤنس. حلو جدا. طب سبعة. انا هنا عايز احط ايه? لو عرفت عايز تحط ايه? باللغة العربية حتى يبقى انت خلاص نص الاجابة. ضمير مفعول متكلم ومخاطب. عايز احط واحد فيه. سيدي هذا يكلف كمزة ايرو خمسة اشر يكلف ايه? حضرتك. يبقى حط. طب اللي بعدها. اي اسم زائد حاجة اسمها بتسوي عندها تصريف نو. التصريف دائما مع نو والناس. دون لافيل في المدينة يوجد من اكتر الجمل اللي الطلبة تقع فيها. كلمة تري لابد ان يأتي بعدها صفة من الصفات. اقولك تري جولي. طب كلمة بيكو تستخدم بشكلين. اما ان انا اقولك جين بيكو لا فروي. انا احب كثيرا الفاكهة. فكلمة بيكو تأتي علشان تعبر عن كثرة الفعل. او بيكو يأتي بعدها دو وتأتي كظرف من ظروف الكمية. فمفيش اي حاجة من دي. مفيش بيكو دي مش جاية مع فعل عشان تعبر عن كسرته. ولا جاية بعدها دو فاستبعدها. كمبيات دو معناها كم عدد ولا تستخدم بالشكل ده. اخد بلوزير معناها عديد من. فعايز يقول في المدينة يوجد العديد من الكمارس اللي هي التجار او المحال التجارية. طيب رقم عشرة هو عايز نحط ايه? عايز احط ضمير من ضمائر المفعول بدلا من اسم او اسمين تم حزفهم من الجملة رقم اتنين. طيب تعال. المفعول الاول عند حضرتك مباشر ومسبوق بادات معرفة اخد معاه ليه? دي ازا صح. طب والتاني غير مباشر وعاقل. فاخد لوي ازا ايه هي الاجابة الصحيحة? رقم حداشر هو عايز يسأل عن ايه? فعل ضميرين هيوضع في رقم اتنين في الجملة. يعني هيكون الفعل رقم اتنين في الجملة. فانا قلت لحضرتك ازا الفعل ضميرين هيوضع في المصدر خلي الفعل بس اللي في المصدر. ده مصدر? اه. طب هل الضمير ده يتناسب مع ضمير الفعل ضمير المفهول? لا طبعا. طب هل ده مصدر? اشيل. طب هل ده مصدر? ده مصرف. يبقى اخد. يبقى انت تفضل انت تنقل اه اه بالعجلة. واحد بيسأل التاني. نروح على اللي بعدها رقم اتنين. حزرنا من الجزئية دي. وقلنا للناس عندنا تعبير اسمه اسمه. افوار خلي بالك من اللي انا بكتبه. افوار كده ثم كلمة شو. فازا انا عايز اقول للناس ان انا اشعر بالحر او نحن نشعر بالحر كيف نكتب هزي الجملة? عايز اقول كده نحن نشعر بالحر. اكتبها ازاي? اقول نو دي مع ما يا جماعة نحن. والفعل افوار يصرف مع النو يتحول الى نو زا واسألك سؤال مهم كلمة شو دي? اكتبها بس زي ما هي كده? ولا ضيفة على نهايتها اس? قالي لا. سيبها زي ما هي. ليلة اللي انا بقول ان احن نشعر بالحر. ما بقولش بالحرات. ما بتتجمعش. يبقى افوار مع التعبيرات الحسية لا يضاف عليها اي حاجة. طيب تعالي هنا بقى. بقول لك دي علشان نعمل مقارنة هنا. انا ادعم الاطباق الساخنة. هل ساخنة تتجمع? اه. ده صفة بتصف كلمة الاطباق فاخد شد. اللي هي بالشكل ده. كلمة اليمان. واي كلمة اخرها المقطع ده اما او انت ايه? دايما جمع. اه ده اسف دايما مذكر. وهنا جمع عليها اس. يبقى اخد كيلة الاولانية. طيب الجملة تلاتة هي جملة منفية. وازانا اخدتها من النفي من النفي الى الاثبات. الاقي فيها اداة تجزائة. فالقاعدة العامة تقول عند النفي تحول الجملة المثبتة التي تحتوي على اداة نكرة او تجزائة الى دوق دوق بصرف. طب عرفت من ان يا مستر ان دي فيها اداة تجزائة في حالة الاسبات. ما هو مع اكل وشرب مع الفعل هيأكل ومع الماكلات والمشروبات حط تجزائة. هنا نفي يحط دوق ضوء بصرفة. خلاص? وازون انت فاهمين انا بقول ايه? سارة ومونة بيكونوا شريهات او مفجوعات اخد جورموند. الصفة تتبع الاسم الموصوف. اللي بعده. هنا بيقول لي آآ قال لي هو بيكون رائع. فاكر خدنا مع بعض ازاي ان حضرتك تسأل عن رأي شخص في اي حاجة? لو انا جاي لك عايز اسألك عن رأيك في مثلا البتاع اللي انا لابسوا ده. فاعملها ازاي? ممكن ما اعملها قلنا باربع اسئلة رئيسية. اما اقول لك ما يكون رأيك. او ما يكون رأيك. وقولنا ان كلمة مؤنس وكلمة مذكر. طيب وقلنا كمان ان علشان اسألك عن رأيك. ممكن ما اقول لك فاربط الفعل اللي اسمه فاربط ايسب. اداة الاستفاهم اللي اسمه بالفعل اللي اسمه كيف انت تجد وينفع الاخيرة اقول ماذا انت تعتق الطرف تقولهم تاني عسل اقول كده. عشان تسأل عن رأي او علشان تسألني اهو انت بايع كسها عشان انت تجي تسألني ومستر تقول لي ايه رأيك يا مستر في مستوية? تقولها ازاي? اول حاجة تاني حاجة تنم مع بعض. مع 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 جميل اول. اللي بعدها انتو بتحبوا الماكارونا? حد رب قال نعم نحن نأكل. نأكل ايه يا جدعان? نحن نأكل ماكارونا. يبقى رجع كل حاجة لاصلها. فهنقول حاجة اسمها وهاتلي كلمة ماكارونا دي اكتبها زي ما كانت مكتوبة بالشكل دهو. اسأل نفسك المفعول اللي انا رجعته وكتبته باللازرق. مفعول مباشر ولا غير مباشر? نحن نأكل ماكارونا. ما قلتش نأكل فيه ماكارونا ولا ايه لا ماكارونا? ازا المفعول ده مباشر. اشيل بتاعه غير مباشر. فاستبعد له. طيب المفعول ده جمع. استبعد له. فضل اتنين يسطى. اما ان المفعول قبل ما يتحزف كان مسبوك بحاجة من اربعة هيخلونا روح لليه? او اربعة تانين يخلونا روح اقول لهم. اكيد انت مذكره. لو المفعول اللي عندك مسبوك بأدات نكرة او تجزئة او ظرف من ظروف الكمية او عدد من الاعداد ناخد الضمير اللي اسمه ام. سبعة. مع مير امي بتذهب. ده المكان ولا الشخص العاقل? لا ده الشخص العاقل يا مستر. لان المكان اسمه طب الحلواني فحط شي. لان في قاعدة شهيرة بتقول اي عاقل لابد ان يوضع امامه حرف جر اسمه شي. اه ماشي. خلي بالك ممكن اشيل ده ايه? وخليها بس. عارف لو كانت بس بالشكل ده? ما يفعش اقولش ايه? او البار تمر على. طيب ما بار والدية يعوض عنهم بالالبك اس التصريف دائما معاها والنتاج اخد منج الاخيرة. الاولاد هي دي بقى بيشعروا بتعطر. عيب 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 على سنك تبقى طالف تالت سنوي. ومش عارف تصريفات الافعال دي معناها ايه? معناها ايه بالعربي? عيب والله. المفروض كده. نيجي كده وانت نايم في مرة من المرات اقول لك اخبط كده عليك وانت نايم اقول لك ها اصحى تعالى. شفت دي ده فعلي ايه? تقول لي فر يا مستر ده معناه يفعلك. كده هو على طول. اجي مرة تانية وانت نايم اخبط كده على وشك اصحيك اقول لك شايف الاسه هو ان تقتولي ده فتق ده فعلي اترى مستر معناه يكون. اجي كمان مرة اقول لك اخبط عليك وانت نايم على الفعال اللي اسمه فاقول لك فاون ده ايه? تقول لي ده فعلا مستر معناه يذهب. اجي اخر مرة مش هخبط ده عليك. تاخد ده لانه الاجابة الصحة. اقول لك ليه? تقول لي مستر هنا الاولاد بيكونوا عطشانين او بيشوروا بعطش شديد. تعبيرات الجواء والعطش دائما ما تاتي مع افوار. طيب. عشرة مهمة جدا. احنا قلنا يجد عن القاعدة العامة للتحويل. او لتحويل ادوات التجزئة والنكرة. التجزئة والنكرة. الادوع ودوع بصرف بتقول لو الجملة في حالة الاسبات تحتوي على اداة نكرة او تجزئة. طب جملتنا دي بتحتوي على اداة نكرة او تجزئة? الاجابة قطعا لا. طب الجملة دي يا مستر بتحتوي على ايه? حرف جر مضغم. حضرتك عرفت منين? الفعل يأتي لابد ان يأتي بعدين حرف جر اسمه من. فحرف حرف الجر اللي كان هنا كان عبارة عن دو زائد دخلوا في بعض عملوا اضغام سواء هي مسبتة او منفية هتاخد دو. ما اكتسف دي ارجوك لو مش فاهمها هعلم عليها وانا فاهم لك الحصة جاءة بالتفصيل. اه حضر عشر بولو دي ايه من اجل العشاء او بالنسبة للعشاء امي لسه محضرة. طب استنى دي في تحل ازاي عم اناس? اقول لك تعالي. الراجل هنا حاطت زمن اسمه ماضي قريب. بيكون من ماضي قريب. من فينير. زائد دو زائد انفينيتيف يعني مصدر. جميل. ادى واحد. ادى اتنين. ادى تلاتة. ايه اللي نقص عندك في تكوين الزمن ده? الدو. هاتلي الدو حطاه. هنجيب الدو زي يا معم اناس قال خطينا الدو. جميل. فاضل ايه بقى يتحط جنب الدو? عايز ضمير يحل محل كلمة عشاء. بالنسبة للعشاء امي لسه مخلصة. تحضر العشاء. العشاء ده مذكر احط لو. طب ليه مستر? ما حصلش اضغام زي ما حصل في الجملة اللي فوق ما بين الدو واللو. ارد واقول لك ان اللو اللي فوق كانت اداة معرفة لانها تسبق الاسم. لكن اللو اللي تحت اللي هتيجي اسمها ضمير مفعول. فلا يحدث اضغام ما بين حرف الجر اللي اسمه دو وضمير المفعول. اه يحدث اضغام ما بين حرف الجر اللي اسمه دو وادات المعرفة. وبالتالي هنا دي تتكتب دو يبقى العشاء امي لسه مخلصة تحضيره حالة. واضحة واضحة مستر. نبص بس كده على التلفون نشوف لسه بيسجل ولا فصل لان انت عارف انا بسجل لوحدي وما فيش حد معايا فانا ببقى مركز في وشرومية حاجة. ناشي شغال. هنا كنبيان لا تطبع الا بدو او دو او استر. الكلمة دي بدع بحرفة ساكن خدنا دو بكل بساطة. امي بتعرف تعمل وصفة. كلمة وصفة مذاكرة ولا مؤنس? ما هي تنتهي يا معلم بالمقطع اللي اسمه يبقى هي على طول الخط مؤنس. يبقى اخد ست. طب الكربات بتكون. الكربات دي هي كلمة ايه? قالوا يا الله يا مستر دا جامع مذاكرة فياخد حاجة اسمها بق لا استنى بق 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 يراح فيه? فياخد اللي هي اخرها اسم. طيب فاكر لما اقول لك في الحصة انت تقدر تبصمج جزء من الضمائر. فاكرها? ما بين التعبير اللي اسمه اليا لازم يوضع ضمير اسمه ان. فعايز يقول اسكي اليا دي فروي. هل يوجد فاكهة? قال له نعم يوجد ايه? يوجد ايه? فاكهة في التلاجة. او الكثير من الفاكهة في التلاجة. لما نرجع كل حاجة الاصلها كنت هتلاقي بعد الياه كلمة فاكهة موجودة قدامها اداة ناكرة. اللي بعدها هنا بيقول قال لي السيما مير. من يطبخ كيف? من يقوم بعمل شغل المربخ يبقى انها بتكون امي. طيب. الى اي قسم سيريل وجولي. هصار الظنان على الاتنين دول. زهب سيريل وجولي. صباحا انا باكل مربع مفرد مؤنس اخد دولار. طيب اللي بعدها الكلب بيكون جوعان اعطي كلمة كروكيت معناها كتلة من اللحم. كتلة لحم. طيب الكلب بيكون جوعان اعطي الى الكلب. بصوا كده هرجع كل حاجة اصلها. اللي هو اعطي الى الكلب. رجعت المفعول اهو لمكانه الاصلي. قول لي بقى المفعول ده مباشر ولا غير مباشر? لا غير مباشر. عقل او اسمه حيوان? اه اسم كلب. مسبوك بحرف جار اسمه اه او اضغاماته? بالطبع. اخد مكانها حاجة اسمها ودي خضرتك وعمرك ما قدر تحلها عن طريق البصماجة. لازم تحلها بالطريقة العلمية اللي احنا قلنا عليها بنمشي اه في حل ضمائر المفعول فيها. انا لو احب الصودة. الصودة بشكل عام. ده فعلا من افراء الميول يدبع بادات معرفة اخد له. طب اللي بعدها? انتم تحبون البنبوني? قال ان نعم نحن نأكل الكثير من البنبوني. لو رجعت المفعول لاصله كنت تلاقيه مسبوك بظهر في مظروف الكمية. دي حاجات تخليني ناخد الضمير اللي اسمه. زملائي بيكونوا تخان? انا انصح. انصح ايه? الى زملائي ان يلعبوا رياضة. الفعال ينصح ده مع العاقل يأتي بعده حرف ضرق. ثم مكتب المفعول. بانصح زملائي اخد حاجة اسمها يبقى انا انصح اليهم ان يقوم بعملوا رياضة. او يعملوا الرياضة يعني. عندي بعد كده الجملة رقم اربعة جملة امرية. عايز اعمل امر مع انه ضمير. قال لي والله ده امر مع الفو لان عندي مادام بتدل على الاحترام. فعايز اقول مادام جوتسو دي سير تذوقي هذا الحلوة او هزي الحلوة انها بتكون جيدة. الجملة اللي بعدها جملة فيها زمن من الازمنة. فين الزمن ادي الكلمة ده اللي عليه? ده زمن اسمه زمن الماضي القريب. بيتكون من ايه? تصريف زائد دو زائد مصدر. عندك فين الشكل ده? ده مضارع بالسلامة. ده مستقبل بالسلامة. ده مصدر بالسلامة. يبقى يبقى مامتي لسه مجهزة للغدى من ساعة. الجملة اللي بعدها عايز احط حرف جر. والله ده عاقل ولا مكان? لا ده شخص عاقل. فالعاقل دائما يسبق بحرف جر اسمه شي. لكي يدل على مكان. يبقى زو في عليه. أنا سوف اذهب عند الحلواني. اللي بعدها عايز احط ادات استفاهم. ابقى عارف معاني ادوات الاستفاهم مهمة اوي. فابقى عارف ان كم معناها كم وي لابد ان يأتي بعدها دو او كت في دي بقى معناها كم عدد. طب كوا معناها ماذا? عندي كل معناها ما او اي. عندنا الاخيرة كلمة او معناها اين? تعال اجرب بقى اللي ينفع منه. ينفع اقول الى كم قسم انت تزع في السوبر ماركت ما تنفعش. فالى ماذا اقسام انت تزع في السوبر ماركت برضو ما تنفعش. الى اين? لا. يبقى الى اي الاقسام انت تزع في السوبر ماركت فياخد كلمة كل. طب اللي بعدها جم لبرودويد والامير. انا بحب كل منتجات البحر. عايز اجيب كلمة كل تتناسب مع هذه الكلمة التي تليها. ليه كلمة منتجات. دي جمع ايه? جمع مذكر. يبقى اقول جم توس لبرودويد والامير. اللي بعدها في رقم ستة. انا اريد ان اشرب هذا المشروب. كلمة مشروب دي مفرد ايه? مؤنس اروح لكلمة ستة. كصفة اشارة. طب اللي بعدها هنا بيقول ما سير ام فير. هاخد اداة تتناسب مع الفعل رقم اتنين. اللي هو فعل فير مع يوجا مفرد مذكر اخد ديو. اللي بعدها هنا بيقول لي هو هنا عايز يعمل مقارنة ما بين الايس كريم وما بين الجاتو. في قاعدة مهمة يا حبيب قلبي بتقول ان الصفة 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 موضع المقارنة يعني هنا يتحط صفة. دائما ما تتبع الاسم الاول من حيث النوع والعدد. فده مفرد مؤنس هاخد كلمة اللي هي مفرد مؤنس يبقى الايس كريم بيكون اكثر سكري او كده سكرا يعني من الجاتو. الفرنسي الفرنسويين بيأكلوا في الغداء. طيب احنا هنا عايزين نعمل ايه? كلمة بتأتي مع الافعال. هي وكلمة بيكون وحدة. بيكون تصف كسرة الفعل وبينتصف جاودة الفعل. فالفرنسيين يأكلونا جيدا في الغداء. ما ينفعش تري لان تري تأتي مع الصفات. ولا ينفع بيكودو لان بيكودو دائما وراها اسم جمع. ولا ينفع كلمة لانها برضو مع الاسماء الجمع. اه عشرة بيقول فيها حضرتك عارف ان احنا عندنا فعلين. الفعل الاولاني بنكتبه بالشكل ده اهو اسمه والفعل ده معنى يتدربو. يعني من الفعل او انا المفعول. وعندنا فعل تاني ازا شلنا منه يبقى اسمه معناه يدرب. فشوف حضرتك انت محتاج انهي واحد من دول تستخدمه. جوليان بيتدرب اللاعبين على ارضية الميدان ولا جوليان بيدرب يبقى عايز اقول بيدرب اخد انهم فعل اخد الفعل اللي هناك بدون سو. ازا اي حاجة فيها سوء مستبعدة يعمل حاج. شيل بي. عندنا هناك شيل كمان دي. اقول ايه بقى هنا? جوليان. هصرف بناء على جوليان. هل ينفع مع مع جوليان? لا ده تشوف مع القربك اس بالسلامة. اخد حاجة اسمها خلي بالك من الجمل اللي بدرجتين لان فيه متحان اخر السنة هتلاقي جمل برضو بدرجتين. الجملة اللي بعدها احنا تعودنا عليها وقولت لك طريقة حلها. اول حاجة علشان نستبعد خيارين من الله ربعة كنا بنقول ايه? ده استفهام كل مصبت ولا منفي? ده اكيد منفي. مدام هو منفي اجابة الصحيحة. اما كلمة سي او كلمة ما. ما عنديش وي. فهشيل كلمة واي كلمة اخرى تدل على القبول او الرفض. اللي هي كلمة جامي. اشيل تاني حاجة علامة النفي الاولى والثانية. واقرأ الجملة دي في حالة الاسبات. الاولى جملة السؤال. انت بتشعر بالجوع قال انا اريد ان ااكل. الاجابة توافق السؤال. بعد ما شدنا علامتين النفي احط كلمة سي. بالسلامة. هات اللي بعده. خمسة بيقول لي فيها. هنا عايزين نحط ايه? ضمير 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 ضمير. بدلا من مفعول تم حسفه من الجملة لقم اتنين. وقلت لحضرتك انه مفتاح الاجابة في الفعل اللي هي للنقاط. رجع المفعول اللي اتحزف من وراها لاصله. ازاي يا مستر? هي تمارس السباحة. نعم هي تمارس. اقول الفي واكتب هنا كل حاجة لاصلها. ادي دو لا. وحط هنا كلمة سباحة اللي اسمها جميل قوي. خط هنا نقطة. اسأل نفسك الاسئلة المعتادة. المفعول اللي انا رجعته لاصله مباشر ولا غير مباشر? لا طبعا يا مستر ده مباشر لانه مفيش حرف جر. اشيل لوي. السباحة اللي هناك مفرد مؤنس استبعد له. فاضل حاجتين. اما ان المفعول اللي هو كلمة سباحة. قبل ما يتحزف كان قدامه حاجة من من اربعة فاروح لدي. او حاجة تانية من الاربعة فاروح للان. لو كان قدامه ادى التجزاءة او نكرة اخد وبالطبع هي الاجابة الصحيحة. في العاشة انا باكل جبنة. جبنة دي ايه? جزء من الطعام. والفعل يأكل مع مع الاخزاءة والمشروبات يطبع بتجزاءة. اخد فورماجة. ادى التجزاءة اخد ديو. هنا بيقول لي اعطي تارتين اطان فرير. اعطي هذه الشريحة من الخبز الى اخوك. كلمة هي احدى الكلمات المؤنسة اخد كلمة ست. لومتان صباحا انا بشتري عيش او خبز بولنجري من المخبز ده مكان. فاخد معاه حروف جر المكان اللي هي اعلى لان كلمة بولنجري مخبز مفرد مؤنس. طيب هنا بيقول لي انت تضع في الوصفة اللي بحط لبن وبحط كمان زبدة. طيب هل ينفع اخد كومبيان اللي معناها كاملة وحدها? لا. هل ينفع اخد كل اقول اي انت تضع في الوصفة فيقول لي لبن? لا. طب ماذا دي? لا. اخد ماذا الاخيرة? ايش معنى مستر? لان انا قلت انه ينفع نياته استخدم في حالتين. اما بعد اي حرف من حروف الجر اقول لك او تأتي في نهاية السؤال. اللي بتأتي في بداية السؤال هي كلمة لان الاتنين معناهم ماذا? لكن الفرق في وسط او نهاية السؤال في بداية السؤال فقط. جولي بتحب البطاطس المقلية. نعم هي تأكل الكثير من البطاطس المقلية. كان هنا اظهر في منظروف الكمية. احط هنا ضمير يا باشا اسمه بالطبع يعني. طيب حذرنا من كلمة معناها مثلجة او مجمداتل وهي احد الصفات اللي عندنا. في الصيف انا بعشا المنتجات المثلجة. كلمة منتجات يا جامع ايه? جامع مذكر اخد كلمة هنا في تمانية دماء غدا مستقبل قريب. عرفت منين من الكلمة الدل على الزمن اللي هي كلمة دماء ممطي. آآ بتذهب الى السوق. عايز اصرف بناء على ممطي. عوض عنها بضمير اسمه التصريف دائما مع الال. تبقى يبقى والدتي بتذهب الى السوق. انتم تفضلون الحلويات حد رب قال. نعم نحن نأكل. هل انا هاخد بناء على الشق الاول? لا طبعا. انا ما قلتش كده. احنا قلنا بناء على الجملة رقم اتنين اللي كان فيها مفحول وتم حسفه بنرجع المفحول لاصله. يبقى لما اقول انتم تفضلون الحلويات تقولوا نحن ونأكل دي دي سار. بناء نأكل حلويات. احط ضمير اسمه اون. لان لما رجع كل حاجة الاصلاء هلاقي هنا مسبوقة بأداة تجزاء او نكرة. طيب السؤال ده اللي احنا معتدين على حلو على طول. تنعم بعد السيل مش داستفهام كل منفي منفي. يبقى باحذف اي كلمة تدل على القبول او النفي وبطير معاها كلمة وي. طيب الاجابة الصحة عندي يا سيا نو. طيب شيل علامة النفي الاولى والثانية. انت تضع ملح. قال انا بكره الملح. هل ااخد حاجة اسمها? نو. مش كل حاجة يا شباب فيها سؤال كل منفي? منفي. اجري على سي. ايه ده? هو بيتحدث عن القصة عن التاريخ قال لي نعم هو يتحدث. فين مفتاح الاجابة يا جدعان في الفعل الا زيال النقاط. يبقى نعم هو يتحدث كده ثم هنا الابوستروف. وهنا امرجع كل حاجة الاصلة فاقول الحاجة اسمها دي كلمة كده ارجعت كل حاجة الاصلة. اسأل نفس الاسئلة معتادة. هو ده مفعول اللي ما رجعته الاصلة ده مفعول به مباشر ولا غير مباشر? هو يتحدث عن القصة? نعم هو يتحدث عن عن عن. يبقى ده مفعول اسمه ايه? مفعول به غير مباشر. قلت غير مباشر شل بتوع المباشر. فشل له بتاعت مباشر? وببقى ان القصة غير عاقل فشيل لوي لان دي تأتي مع العاقل وشيل لر فضي لي ايه طب ازاي مستر استخدم الضمير اللي اسمه كضمير مفعول به غير مباشر مش انا قلتلك قبل كده ان الان يستعمل كضمير مفعول مباشر او غير مباشر بشرط ان انا يكون عند شيء عاقل ومسبوك بحرف جار اسمه دو او اضغاماته في هذه الحالة اروح للان دي ما تمشيش بصماجة زي ما احنا اتفقنا اللي بعدها عايز احط كلمة كال تتناسب مع كلمة اطباق هي كلمة جامع مذكر اخد كلمة كال كده الفعل ده احنا حذرنا منه فعل اسمه معناه يتجه الى وهو فعل زو ضميرين وعند تصريف اي فعل زو ضميرين في زمن المضارع اخلي ضمير المفعول ده تابع لضمير الفعل مبدئيا كده يجي معاها اي حاجة ما فاش مو اطيرها اي حاجة ما فاش مو اطيرها فاضل اتنين اما اخدها مصدر بشرط ان الفعل ده يكون الفعل رقمة ان في الجملة او اخدها مصرفة بناء على ضمير الفعل اللي اسمه ج انا اتجه الى قسم الفاكهة هنا بيقول في تلاتة انتم ترويدون شاي قال لي نعم نحن نريد اهو رجع كل الحاجة الاصلها يبقى نحن نريد اكتب هنا حاجة اسمها دي دو واكتب هنا حاجة اسمها كلمة تي هنا المفعول مباشر ومصبوخ بعدات تجزاء اخد ان طيب عايز اجيب كلمة كل بناء على كلمة اقسام هي كلمة جامعة مزاكر ااخد كل الاولى منذ ساعة دي احدى الكلمات الدل على زمن اسمه الماضي القريب اللي هو بيكون من تصريف زائد وزائد مصدر عندي فين الشكل ده عندي حاجة اسمها دي اذا في اي جملة انت مش فاهم انا بحلها زي كأن انا مسلا بقول هنا ايه رقم خمسة الجملة دي جملة ماضي قريب لو مش عارف يعني ايه ماضي قريب ارجوك اعلم عليها وتعال اسألني فيها الحصة جاية كون سعيد جدا وانا بشرح لك يعني بنلم الحاجات الواقعة مننا هنا بيقول ايه فاصيل الوجبة بتكون سهلة امي سوف تعد سوسور سوف تعد ايه امي سوف تعد هذه الوصفة او الوصفة هذا المساء طيب بيبقى رجع كل حاجة الاصلاحة امي سوف تعد اهل واجيب كلمة الوصفة احطها هنا فاكتب حاجة اسمها اديلا واكتب كلمة ادي كلمة ر ست بالشكل ده حط نقطة المفعول اللي احنا رجعناها لاصله مش اي حاجة يا شباب فيها اكله وشورب اجري على طول او خابطه الضمير اللي اسمه مفيش حاجة اسمها كده احنا بنحل بناء على قاعدة معينة خدناها مع بعض ان الجملة رقم اتنين اللي بعد الفصلة دي هي جملة محتاجة الى ضمير هيحل بحل مفعول تم حسفه فرجع المفعول اللي اصله واسأل نفس الاسئلة المعتادة المفعول اللي رجع لاصله مفعول مباشر ولا غير مباشر لا طبعا مباشر استبد اول حاجة دي الوصفة دي حاجة مفرد مؤنس بالطبع استبد كلمة بي طيب اسأل نفسك بقى الاسئلة بتاعتنا هي الوصفة دي قبل ما تتحذف كانت مسبوقة بحاجة من الاربعة اللي بيجيبه اون لا والله ما حصل كانت مسبوقة بحاجة من الاربعة اللي بيجيبه له لا اللي بصرف ليه بما انها منفرد مؤنس فبايخد لا اللي بعدها هنا بيقول لي ما ينفعش اخط اي سكر ولا ينفع اقول كيف سكر ولا ينفع اقول ماذا سكر كم عدد معالج السكر مثلا او السكر الذي انت طبعه في هذه الوصفة من الممكن ان تسأل عن اسم جمع او اسم شيء لا يعد صغيري اشرب لبن امر مع تي بابوا ومحزفش الاس لا لان ده فعل مصدره مجموعة ثالثة علي بينصحوني انا ان ااكلك قليلا من كل شيء انا عندي في اللغة يعني ايه يعني دو طبعا ا دي معناها الى او في ان دي معناها في سير دي معناها على هنا نفي ا ولكن ده فعل من افعال الميول يدبع بقادات معرفة سواء الاثبات او النفي فخط له انتو بتلعبوا سباحة قالوا نحن نمارس استنى قلتلك مش اي حاجة اجدعان فيها اه فعل فيرس ومالي ادتك زي اجري على اون مفيش حاجة اسمها كده انا بقول لك اول تاني فكرة عمل الضمار الشخصية ان انا عندي جملتين هم جملتين الجملة الاولى زي ما هي مفيش فيها مشكلة التانية اللي فيها مشكلة فيها مفاول وتم حسفه ارجع المفعول لاصله يبقى نعم نحن نمارس اهو كده يا عام لا وهنا ايه السباحة فقول لها ناتاسيون رجعت المفعول اللي حزف لاصله اسأل اسئلة الاعتيادية ده مفعول مباشر ولا غير مباشر لا مباشر حاشيل دي طيب السباحة اصلا مفرد مؤنس اشيل له اسأل نفسي السباحة قدما حاجة من الاربعة اللي يجيبه اون ولا لولا الا بصرف لا دي طبعا تجيب لولا الا بصرف لا تيو اسواف تيو بيكون عطشان مرر بص كده ا خلي بقى لك من اللي انا بكتبه تيو بالشكل ده اهو سفردو اسأل اسئلة المعتادة المفعول اللي اتحزف مباشر ولا غير مباشر مرر الى تيو ده مفعول غير مباشر مادام غير مباشر او مشيل بتوع المباشر على تيو ده مفرد ايه مذكر هاخد حاجة اسمها لو مفرد مذكر او مؤنس هاخد لوي طب لو جمع هاخد اللي اللي بعدها هنا بيقول لي خلي بالك من كلمتين كلمة بط وبطي بط دي مكارونا لو فيه اكسون هنا يبقى معناها بطي طب بطي جمع ايه مذكر طب مكارونا جمع مؤنس خلي بالك عشان جات في امتحان السنة اللي فاتت مهمة جدا هنا بيقول لي هي بتعرف هذه الوصفة اللي نعم هي بتعرف هذه الوصفة طب رجع كل حاجة الاصلية يا جماعة هات هنا اعمل اكس صغيرة يبقى نعم هي تعرف هذه الوصفة فقم كاتب كلمة ست وقم كاتب كلمة ر ست مش شكل ده مش اي حاجة بنتكلم فيها عن اكل وشرب اجري او مخبط في الضمير اللي اسمه امغلط يا جماعة هنا فيه فكرة بنحل بناءة عليه ما هي الفكرة بكارل المرة الالف انا عندي جملتين الجملة الاولى فيها مفعول هيتم حسفه من الجملة رقم اتنين منعا لتكراره مرتين في جملة سؤال واجابة فبرجع المفعول اللي تم حسفه الاصل وحط الاداة المناسبة لهذا المفعول واسأل الاسئلة الاعتيادية بتاعتنا المفعول ده مباشر ولا غير مباشر ايوة هي تعرف هذه الوصفة ده مفعول مباشر فقم شايل واسأل نفسي هو المفعول اللي تحط هناك قدامه صفة اشارة ولا صفة ملكية ولا قدامه صفة اشارة وصفة ملكية ولا اداة معرفة ولا اسم عالم لو واحدة من الاربع اروح له لا الا بصرف ليه دي صفة اشارة فالوصفة مخرج مؤنس هاروح للا طب لو المفعول بتاعلي هناك كان قدامه حاجة اسمها اداة ناكرة او ادات تجزئة او آآ عدد من الاعداد او ظرف من ظروف الكمية في هذه الحالة كنت روح للضمير اللي اسمه طيب علي ام وان هنصرف بناء على الان كانها اخد تصريف معاها اقول مانج بالشكل ده طيب عندي بواصم مشروبات هي كلمة جامعة مؤنس وحفظناك خلاص الفرق ما بين دي وكلمة اسماك اخد كيل الاخيرة اه اي الحلويات اه اصدقائك بيأكلها هصرف بناء على اصدقائك مع او اه بالشكل ده هنا اللي هو الفشار كلمة مفرد مذكر اخو اروح لكلمة بعدها الفاكهة بيكون جيدة نحن نأكل الكثير من الفاكهة هنا المفعول لو رجع لاصله هتلاقي مصبوك بزارف من ظروف الكيمية احط هنا بيقول لي اه بريفير لو كافيه باباك بيفضل القهوة نعم هو يشرب الكثير من القهوة هنا القهوة لو رجعت لاصله هتلاقيها مفعول به مباشر ومصبوك بظارف مظروف الكمية دي حاجات بتخليني اجري اروح اخد ضمير اللي اسم اون ومش معنى انه قدام قهوة هنا له اجيب حاجة اسمها له لا الا ابوستروف لا لان انا الهدف الجملة رقم اتنين مش الجملة رقم واحد عشرة اقول له اين انت تشتري الفاكهة فاقول ما ينفعش اقول من اين لان لو هقول من اين كان لازم اقول من السوبر ماركت وانا قلت هنا انا ازب الى السوبر ماركت فاقول له اين انت تشتري الفاكهة اللي بعدها الاسعار بتكون انا عايز اخد كلمة او صفة تتناسب مع كلمة الاسعار اللي هي اصلا جامعة مزاكر فاخد غالية اللي بعدها هنا اسئلة وردت بامتحانات السنوية العامة من فضلك ركز لنا هنا شوية باشا اول حاجة امي سوف تذهب الى السوبر ماركت سوال سهل جدا وكلير قوي وجاي في الفين وعشرين يبقى الى السوبر ماركت جمل جو انا بحب بالعصائر كلمة عصائر هنا تحتك صفة الصفة تتناسب مع الاسم اللي هي اصبقها دائما فجامعة مزاكر اخد حاجة اسمها فرواب اللي هي الاولى لان الكلمة دي جامعة مزاكر مونا اشترت اتنين بومبوني هي اكلت اتنين المفعول هنا لما يرجع لاصله على ايه مصبوك بحاجة اسمها عدد من الاعداد ومفعول مباشر فارروح لحاجة اسمها الضمير اللي اسمه هنا بيقول لي دو كيلو فوليفو امتحان الفين وعشرين اللي بييجي بعدها دو كاداة استفاهم هي كومبيان فاقول كومبيان دو كمعدد الكلوات اللي حضرتك عليزها رقم خمسة جاي من منحك تانية سنوي آسف آآ منزلي بيكون بعيد عن السوبر ماركت اول حاجة مستبعدة هنا هي الاخيرة لان ما فيش اي حاجة من الستة اللي بتثبت حرف الجري دو هنا طيب السوبر ماركت ده مفرد مزاكر اخد ديو رامي ام لفريز رامي بيحب الفراولة هو يأكل الكثير من الفراولة جاه في متحان الفين وعشرين لما مع الفيه مع الفيه ليأكل هحط اداة تجزئة فبالطبع روح للضمير اللي اسمه مش محتاجة بقى اشرح 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 اخطاف كزا جملة ادي كده قالوا نعم نحن نأكل لحمة اخد طبعا روح على اللي بعدها هنا بيقول لي لامير في دي جاتو امي بتعمل جاتو نعم هي آآ هي بتعمل دي جاتو اللي جاتوها تبقى مصبوقة بأداة تجزئة فاروح للضمير اللي اسمه برضو بعد كده بيقول لي بيسألني عن كلمة اقسامي يا جامعة ايه اروح اقول له جامعة مزاكرة على طول آآ هذا الجرسون بيقدم مشروبات عايز اقول يعني طازجة آآ كلمة جامعة مؤنس اخد جامعة مؤنس تتناسب معها طبعا جام في دو آآ جام بيلعب هندي بول نعم هو بيمارس او بيلعب هندي بول ارجع كل حاجة اصلها وبالتالي اخد الضمير هنا اللي اسمه روح بعد كده على اسئلة من منهج آآ او اسئلة من الوحدة الاولى بتفكرنا بيها اللي هي اسئلة الوحدة بتاعت الرياضات لكلوب دي سبورتيف كلمة معناها مدربة ما ينفعش طبعا انا خطي لها طا آآ ولا ينفع خطي لها نو ولا ينفع خطي لها فوق فاقول اول حاجة هنا مدربتي انا بتكون آآ آآ فاهم بتكون آآ مرائعة يعني طيب رقم اتنين اتقول لي ليه ما ينفعش يقولها مصر علشان دي اسمها صفة ملكية محدد فلابد ان هي تأتي بنان على اسم يليها يناسبها بمعنى لازم دي تبقى جامعة عشان اخد نوع خلاص لان دي اسمها محددات تأتي امام الاسم اللي كانت تحدد نوع وعدد ومفرب دلجام وزاكر ولا مؤنس ميزا 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 اخد بنان على دي اسمها داتك زي احط طبعا الفعل اللي اسمه انا معجب بهزا زي كلمة زي هي كلمة مفرب مؤنس فاخد كلمة اللي بعدها اي نفي يحصل على بدون ما تفكر حتى لو الاسم ده جامع حط دوء او دوء ابوصرف. اه اوكلوف في النادي في النادي اللاعبين بيتدربوا عايز اقول كثيرا من ما تنفعش دي ما تجيس اه بالشكل ده غير مع الاسماء مع الصفات اللاعبين بيتدربوا جيدا هنا بيقول لي راكت اي كلمة اخيرة المقطع يبقى هي مؤنسة وجامع حط هنا حط لي حاجة اسمها دولا حط فار او او انا اقام له بجلافزات او او جاونتيات جامع مزاكر بالطبع والنوار السوداء الصفة تتبع الاسم المشوف زميلي اه بيرحلوا في اه او بيسافروا الى اه في رحلة انا اكتب اكتب ايه فارجع كل حاجة الاصلها انا اكتب ا اما زمي انا اكتب الى زملائي طيب زملائي مفعول به غير مباشر وعاقل اا حط ما كانا حاجة اسمها لوير ودي فايدة ان انت تكون عارف احنا بنحل ازاي او الفكرة هنا ايه طبعا الجملة رقم حدشر هي جملة امرية وانا قلت لك قبل كده لو حضرتك عايز تحط فعل زو ضاميرين في الصغة الامرية المسبتة في الصغة الامرية، المسبتة فعل زو ضاميرين في الصغة الامرية. المسبتة خل الضمير يتيب بعد الفعل. فاي ضمير قبل اشيله، استبعده. اي ضمير قبل اشي لا استبعد اشي لا استبعد اشي لا استبعد اشي لا استبعد. فما فضلش غير تدرب انت جيدا قبل المباراة. طب لو كانت منفية كان ينفع اخد الضمير قبل الفعل. اختي جو بيان كويس بيطانك. اه دي رياضة مؤنسة. طيب مع الفعل الاسمه لو فاكر القاعدة ايو الا الا بصف ايو اكس اخد ايو دي. عندي بعدها من منهجي الصف الاول وثاني الثانوي. مش مشكلة. ركز. ده كده يعتبر كر. كإن انا بقول ان احد الاشخاص بيرتدي مسلا وعلى سبيل المسال اميس. الاميس ده بيكون كراهات كده او مربعات صغيرة. فده شكل خارجي للملابس انا بوصفها. دائما ما تصبك بحرف جر الاسم ا اوعى في مرة من المرات الروحي للايو اكس. تفقد الدرجة على طول. غدا نحن اه ده 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 مستقبل قريب علشان الكلمة تدل على الزمن اللي هي كلمة لو ده حصة اتلاقي الاسئلة متكررة. هصرف هناك على النو. هتبقى بكرة احنا هنروح نلعب عجل. الفساتين بتكون جميلة انا اكوي اكوي ايه? اكوي الفساتين. عوض عنها بضمير احط ليه? المحطة بتكون في المواجهة من المتحف احط حرف جر مضغم. انا بشتري كوير دي معناها ايه يا جماعة? كوير دي معناها جلد ودي مادة خام. قلتلك قبل كده انا فاوصف الملابس والاحذية والاكسسوارات من حيث ثلاث حاجات. من حيث اللون اللون من حيث الشكل الخارجي زي ما انا عملت في الجملة اللي فوق من حيث المادة الخام. كل واحدة تزوج بحروف جر او بحاجات معينة. هنا احط طبعا لان كوير دي دي معناها جلد. كلمة جامعة مزاكر اخد كلي الاولى. هنا عايز احط ضمير توكيدي بناعا على الايل. مع الايل احط طبعا لوي. اه بتتصرف كانها الايل والعادي. اخد الاولى ام. كل الناس بتحب الاجازة. بيرسى وفيرحل. اه دي دولة ودولة مفرد مؤنس بالطبع. احط لها اون. هنا بيقول اه متى اه حضرتك عايزة يا مادام? لا. مازا تريدين? اه صح? مازا حضرتك تريدين يا مادام? ما ينفعش كيفة ولا ينفع اي. هنا بيقول لي الرسم بالفرشة على اللوح بيكون شغفي. دي مفرد مؤنس احط ما. في الربيع بيوجد الكثير من ما ينفعش دي مع الصفات. ما ينفعش اه بيكون دو ابوصرف ما تنفعش ويبقى بيكون دو. يبقى في الربيع بيوجد الكثير من الوروط في كل مكان. اسئلة هنا المتميزين اه بدرجتين. مش متميزين ولا حاجة لايه سهلة. انتو بتلعبوا ريالة? لو نعم نحن نمارس. كان فيه هنا مفاول في الجملة التانية وتم حزفه. يبقى هنا حاجة اسمها وهينا حاجة اسمها المفاولي هنا مصبوخ بحاجة اسمها اداة تجزئة. فاجيب الصفات دائما بعد ما توضع في المفرد. لا تنسى هذه القاضة. مهمة جدا. فاخد كلمة السؤال ده كان سؤال بيسأل عن الرأي. عشان تسأل واحد عن رأيه في اي شيء. كان عندي السؤال ده بيجي بشكلين? يا اما احط الحاجة واسألك عن رأيك فاقول لك هذه الوصفة ماذا انت تعتقد فيها او تعتقدون فيها? فاذا النقاط قبل الفعل فبحط حاجة اسمها طيب لو قلت لك اه كاسك اه وحطيت النقط بعد فعل ابن سيء احط دو. فينا دو? لا ما فيش دو. طيب اه جامع مؤنس ما عنديش غير معنى لانها صفة جوكر تمشي مفرد وجامع ومذكر ومؤنس. هنا بيقول علي علي وانا استنى. قم دي من صفات الملكية لو سوقت باسمين جامع تاخد من صفات الملكية كاني بعملها كانها نو. فانا بحصر ايجابتي يا نوتر يا نو. ادي عندي نو. شين دي? وعندي دي بالسلامة. ده مفرد ومفرد اه مذكر هحط نوتر. يبقى نحن بنحترم المدارب بتاعنا. في العشاء انا باخد زبدايا. اه الفعل ياخذ او يتناول مع الاكل والشرب باخد اداة تجزائها تبقى دي يو. النهاردة الطقس اه بيكون عشان عربا نحالة الطقس اقول الجو. دي لعبة رياضية اخد معها ايو. اللي بعدها انتوا جايين من باريس قالوا لي نعم نحن نأتي. يبقى نحن نأتي يا جماعة دو باري. خلي بالك لان احنا هناخد كمان شوية الضمير اللي اسمه اللي هو بيحل محل الاماكن فمش اي مكان او مخبط الضمير اللي اسمه هتستعمل غلط. فامشي بناء فيها على قاعدة احنا اخدناها مع بعض. ارجع المفعول اللي تم حسبه من الجملة التانية الى مكانه الاصل. المفعول اللي هناك مباشر ولا غير مباشر? لا غير مباشر. فاسأل انت يا ان بتستخدم متى يقول لي في حالتين? مرة مباشر ومرة غير مباشر. تبفتش في الغير المباشر. انت عندك في الغير المباشر اينتا الا هو مفعول غير مباشر وما كان ومزقوك باي حرف جر من دو او اضغمات دو هي دي. اروح للان. طيب هنا عايز يعمل مقارنة والجزائية دي احنا لسه ما اخدناها. حينا عايز يعمل مقارنة ايه? عايز يعمل مقارنة ايه? عايز بومبوني اكثر مني. طيب مش في المقارنة اصلا في حاجة اسمها فورمة للمقارنة هناخدها. دي مقارنة الافعال امبدو ظهر في مظروف الكمية اروح لحاجة اسمها يبقى هو لا يأكل بومبوني اه مساول اللي انا بأكله. انتم بتشتروا هدايا الى والديكم. قال لي نعم نحن بنشتري هدايا الى والدينا. عرض ما كان الهدايا بضمير اسمه لي. ماشي ولكن اه لا ما تنفعش. طيب اعوض مكان الاباء بلور ومكان الهدايا بان لانه قدامها اعداد تجزئة يبقى هي دي الصح. طب ليه مستر جي قبل ده ترتيبها. ترتيب ضمائر المفعول بتيجي قبل خلي بالك منها. طيب اتناشر اختي اه شغل البيت اختي ما ينفعش تضع في المطبخ. ما فيش حاجة اسمها اخت بتضع على المواعين. اه كويزين ولا ينفع بص. اه ما صار في بيعمل شغل المطبخ. اه على كويزين. هي دي الصح. طيب نروح بعد كده على او المقالة. اول حاجة هنا عندنا الايميل برد كلمة طبعا سالي. هنا بيقول اجوردوي النهاردة. النهاردة يا ميلاد اختي. من اين انا? من اين واحد بسألك من اين انا استطيع انا اشتري الحلويات? ترد بالعرب الاول وكوين جملة بلغة العربية. قول له كده انت تستطيع ان تشتري الحلويات من الحلواني. تتكتب ازاي? اقول له انت? انت يا عم. اقول له تستطيع. هاتفعلي في المصدر اسمه يشتري. طيب اشتري. اهي. ó اه 네 ديisiert الحلويات. على dort بتيسے. فهنقول هنا. هذه كلمة SelectXT�� بذكر moins طيب. كمانさん البراء اه في هذا كلمة بلا بيتسージه. فشكرا。 طيب. قومنصا كيف تكون الاسعار? بيسأل عن حالة الاسعار في هذا المحل. وممكن اقول حلوانة اي اسم من الاسماء. هقول الاسعار اهي. وهقول بتكون فاكتب هنا كلمة عايز اقول مش غالية فاقول خدناها قبل كده. ادي وقول هنا كلمة بس خلاص. الاسعار ما بتكونش غالية. نتجه على الا الايميل التاني. الراجل هنا كاتب لي كلمة سليم. برض بكلمة برضو سليم. انا بحب عمل شغل المطبخ. كلب اي طبق انت بتحبه. هقول مسلا جم او اللي انت عايزه. انا بحب السمت. طيب ماذا انت تشتري لكي تعد او تجهز هذا الطبق. هقول مسلا اه انا بشتري عشان اعد اه اعمل سمك بنعمل ايه? هقول انا بشتري مسلا ايه? اشتري ايه? هقول مسلا اه انا بشتري اه خضار ورج. ادي دي. خضروات. ايه? ديو ري. نعم انا كلهم مع السمك يعني. ما فيش حاجة نقولها غير كده. طبعا هو انا هبحاجة اسمها بانهي بحاجة اسمها بس خلاص. طيب روح على اللي بعدها. الايميل اللي بعده. حد قلنا هنا بانسوار. بنكتب نفس الكلمة. ادي كلمة بانسوار. هنا بيقول لسوبر مارشي اتان جراند كوميرس. سوبر ماركت بيكون مكان تجاري كبير. كمان اي لسوبر مارشي دو وطر كارتي. كيف يكون السوبر ماركت بتاع الحي بتاعك? هقول مسلا لسوبر مارشي هاوصفو. لسوبر مارشي سوبر ماركت. بيكون مسلا هقول اي بيكون كبير. اي بيان بمرتب جيد. اي ده? ماشي. طيب اي المنتجات نحن نجدها? هنقول كده هوا. نحن بنجد. منتجات البحر. عايز بقى حضرات تكامل تقول اه منتجات سيريال بقولية اه اي حاجة منتجات دهنية اي حاجة بتكمل براحتك. هنا بيقول اللي اه ساليو لويكند جو فالي كورس اتوا اين انت تقوم بعمل شوبينج? كاسكتيو اشوت ومازا انت تشتري? فاقول اه جو فالي كورس انا بعمل شوبينج فين? فاقول جو في انا بعمل شوبينج الكورس اللي هي والسوبر مارشي في السوبر ماركت. وسوبر مارشي. هاي. اه كاسكتيو اشوت مازا انت تشتري? هقول جشت. منتجات مسلا البان جشت دي برو دوي. لتير مسلا منتجات البان. اهي. جشت برو دوي. ها دي كلمة لتير. بس خلاص. طيب نروح بعد كده على الموضوع. بيقول لي هنا دونالد سوبير معشي دو كارتيان. انت بتعمل شوبينج في السوبر ماركت بتاع الحي. بارليد ازا شاء. اتكلم عن المشتريات اي دي كري في. اتكلم عن المشتريات ووصف السوبر ماركت. وعندك هنا كلمة اشوته يشتري وهنا كلمة ريون. خلينا كده نرتجل في الموضوع ده. ونكتب جمل بسيطة وسهلة. واتمكننا ان احنا ناخد الدرجة النهائية فيها. اول حاجة مسلا ممكن ما اقول انا بعمل في عطلة نهاية الاسبوع. فاقول واقول هنا كلمة لكورس. خدا. هنقول كده لكورس. آآ في قطلة نهاية الاسبوع. آآ مع ممطي. عايز اقول ازاي انا بروح للسوبر ماركت ده او بروح هعمل شو بينج فين. هقول آآ انا اذهب. جو في او الى السوبر ماركت. والسوبر مارشي. مارشي. اقول هنا في الاوتوبيس. فقول الحاجة اسمها واكتب هنا كلمة بيس. اقول احنا آآ بنذهب الى قسم مسلا المشروبات عشان نشتري عصير. فاقول نحن نذهب الى قسم. فاقول حاجة اسمناها او. ريان بواصون. قسم المشروبات. آآ او ريان بواصون بور لكي. نشتري بور اشي تي. آآ دو جو. عشان نشتري عصير مسلا. دو جو. هنقول بعد كده انضاء احنا بنذهب الى قسم او ريان. آآ. اب. فور اشي تي لكي نشتري. فور اشي تي لكي نشتري. فور اشي تي دوبو ليه? ثراخ? اهي. في ايه اللي بيحصل? ايه ده راح فين? ده الشجران الخطأ اه. ايه ده يا جاعة? ولا راحنا فيه? انزل يعني. باشا. ماشي 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 ماشي. طيب اه ممكن بقى تقول ايه? احنا بنذهب لقسم الاسماك عشان نشتري مش عارف ايه خلاص. هقول اه لسوبر مارشا عشان اوصفه كمان عشان نبقى نهيتها. لو سو بير مارشاة. هنقول ايه جران بيكون كبير ومرتب ايه برانجي. هزا تقول اه نظيف والبراختك. نروح بعد كده على الموضوع اللي بعده. انتم بتجهزون او بتحضرون طبق. الى زملائكم اكل اوكازيون باي مناسبة. ما هي مكونات والمختلفة. وفي اي قسمة انتم تستطيعون ان تجدوا هذه المكونات. تعالى برضو نرتجل. هقول اول حاجة كده بمناسبة عيد مناسبة عيد ميلادي. انا ادعو اصدقائي. هقول جانبت. هدعو جماعة اصدقائي. لزمي في النادي. توس لزمي او كلوب. او كلوب. من اجل اقول لكي. عشان يتعشوا. آآ عندي في البيت. موة. هنقول بعد كده انت ماشي هتحضر لهم ايه. انا بدعو جميع اصدقائي في النادي الى عشاء عندي في البيت. هقول سوف اعدى او جاهز. هاجهز لهم سلطة. ها ماشي? ما هي مكوناتها? هاقول هاقول لك ايقعد او جاهز هذا الطبق هاقول الفو بيلزم. هنقول اه دي طماط. طماطم. هنقول بعدها اه فصلة. دي لا لاتو. اللي هو خاص. هنقول كمان دي كنكمبر. يعني خيار. ادي دي كنكمبر. هاقول جدواء. يجب ان اذهب. ادي جدواء. علي. ان اذهب. الى قسم الى قسم القضرواط. بس خلاص. زي الفل او يا بشف. واقول لك نصيحة. لو جالك في اخر السنة سيبه ما تكتبش فيه. وهزف. احنا خلاص نوع. طيب كده بنكون انهينا جميع تدريبات الدرس التاني. المفروض كل الناس كتوبها جاية خلصانة لحد صفحة مية اربعة وتمانين. هنشوفها ان شاء الله الحصة الجاية. اشوفكم ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.